مع زيادة الأبحاث والدراسات بمجال التغذية صرنا نعرف معلومات كتير مهمة بتساعدنا نظل دائما بصحتنا ونتفادى الأمراض المرض اللي رح نحكي عنه اليوم هو مرض اسمه باري باري راند الديسي اليوم رح تعرفنا عن هذا المرض مين أكتر الناس عرضة انهم يصابوا فيه وما هي التغذية العلاجية صباح الخير راند صباح الورد راندا كيف عليك؟ تمام وانت كيف تمام اسم المرض غريب باري باري صح اذا ايش هو هذا المرض؟ بشكل عام باري باري هو نوع من أنواع الأمراض اللي بيصيب الأشخاص اللي عندها نقص بفيتامين الثايمين اللي هو نحنا منسميه بي ون سبب الرئيسي اللي أنا حبيت أحكي فيه عن هذا الموضوع لأنه عم نشوف أنه في عنا زيادات أكثر بالإصابات بمشاكل الباري باري وللأسف ما عم نعرف شو السبب الرئيسي في بعض الحالات ممكن التغذية سوء التغذية أو في الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة فيه وكمان ما عندي توعية بالطريقة الصحيحة فهون دورنا أنه نحنا نواعي الأشخاص أنه عن جد في بعض من الفيتامينات والمعادن إذا صار في عندي نقص فيهم ممكن تأدي إلى مشاكل على المضى الطويل وعن جد تكون ذات خطورة على صحة الجسم شو أعراضه يعني كيف واحد يعرف أنه أنا عندي هذا المرض؟ أوكي بشكل عام هو مثل ما حكينا هو نقص بفيتامين البي ون الثايمين وفيه عندي نوعين من هذا المرض فيه عندي شكلين من هذا المرض فيه عندي أول شكل اللي هو يسمى الويت باري باري وفيه عندي اليدراي باري باري إذا نحكي عن الشكل الأول الويت باري باري فهو بيصيب أو بيأدي إلى مشاكل في عضلة القلب مع نقص الدائم من الثايمين ومشاكل في الدورة الدموية وعلى فكرة في بعض الحالات ممكن توصل لفشل في عضلة القلب أما بالنسبة للدراي باري باري فهو يؤدي إلى مشاكل ولكن بتكون بالأعصاب والعضلات وفي بعض الحالات ممكن تأدي إلى فشل في العضلات والشلل عشان هيك ضروري جدا أنه نحن نركز على هذا المرض ونعرف مين هم الأشخاص الأكثر عرضة عشان نركز على التغذية العلاجية اللي بتلائم أجسامهم تمام إذن مين هم الناس اللي معرضين يصابوا فيه؟ الأكثر عرضة للمشاكل بنقص الثايمين هن أولا الأشخاص اللي عندهم إدمان على الكحول زيادة استهلاكنا للكحول بتأدي إلى ضعف في تخزين الجسم للثايمين وضعف في امتصاصه تانيا الأشخاص اللي بعانوا من فرط في نشاط الغدة الدرقية هايبرثايروديزم فالغدة الدرقية دائما نشطة أكثر من اللازم المرأة الحاملة اللي عندها استفراغ ولعية دائمة اللي نحن بنسميها الهايبرميسيس جرافي دارم هي مش اللعية أول ثلاثة أشهر ولكن بيكون لعية واستفراغ دائم بيأدي إلى تعب شديد وممكن أنه المرأة الحاملة تضطر إنها تضلها بالمستشفى لحتى تعود السوائل اللي عم تخسرهم وهون نحن بنسميها الهايبرميسيس جرافي دارم فهاي الفئة من السيدات الحوامل معرضين للبريبري بشكل كتير كبير لأنه بيخسروا عبر الاستفراغ واللعية الدائمة نسبة كبيرة من الثايمين في أشخاص في عندهم جيناتك بريدسبوزيشن أو بيلعب دور العامل الوراثي العامل الجيني في أنه يكون عندهم مشاكل البريبري وأخيراً كمان لازم ننتبه على الأشخاص اللي بتعمل عمليات تحويل المسار أو عمليات ربط المعدة قص المعدة اللي بتأدي إلى ضعف أو نقص في امتصاص الفيتامين بي 1 فهون بيأدي إلى مشاكل على المدى الطويل في نقص هذا الفيتامين اللي بيأدي إلى مشاكل البريبري فهون عندي خمس فئات رندا لازم نحن نهتم لهم نهتم للطرق الغذائية العلاجية اللي بتعود لإلهم لنتفادى أنه نحن يصير عندي هاي المشاكل ونروح لنلاقي الحل فيها خيب من وين بنحصل عليه يعني شو المصادر الغذائية لبي 1 أوكي بشكل عام الأغذية تعتبر كافية لحتى تعطيني نسب عالية من فيتامين بي 1 وخاصة أنه أولاً موجود بالحبوب والبقوليات فأنا إذا بشخص باكل حبوب كاملة أو بقوليات فأنا عم باخد نسب جيدة من الفيتامين بي 1 اللحوم الدجاج الأسماك بتعطيني كمان نسب جيدة من البي 1 الخضارة الورقية الداكنة كمان بتعطيني نسب جيدة وما ننسى دور المكسرات إنها بتعطيني نسب عالية جداً من فيتامين بي 1 بس كل هدول اللي ذكرناهم أولاً شريطة إنه الحبوب بتكون حبوب كاملة لأنه إذا بننقارن على سبيل المثال الأرز الأبيض بالأرز البني بنشوف إنه الأرز الأبيض بيحتوي على 10% من الثايمن اللي بيحتوي الأرز الأسمر أو الأرز البني فدائماً الحبوب الكاملة القشور تبعت الحبوب هي اللي بتعطيني الثايمن والبي 1 خاصة إنه إحنا لما بناخد الحبوب الكاملة إحنا ما بنتخلص من النوى تبع البذر اللي هو عن جد بيحتوي على الفيتامينات والمعادن فهي أهم نقطة تانياً لما منتقل نحكي عن الدجاج اللحوم والأسماك عادةً الأشخاص اللي بيعملوا عمليات تحويل المسار أو ربط المعدة قص المعدة أو المرأة الحامل بأول فترة نادراً ما بياخدوا نسبة بروتين جيدة إما بسبب هاي العمليات فبيؤدي إلى صعوبة في هضم البروتينات بأول فترة فبياخدوا بس كلير لكويت دايت أو إنه كله سوائل والمرأة الحامل كمان بسبب الاستفراغ واللعية الدائمة مش رح تاخدهم هون بيجي دور التغذية العلاجية رندا إذا أنا أحد الأشخاص اللي بعاني من هاي المشاكل الصحية أو أنا أحد الخمسة الأكثر عرضة بالإصابة مشاكل الثايمين أو نقص البيون فمن الضرورة إنه إذا غذائي ما كان كافي ألجأ إلى مكملات الغذاء لأنه إذا أنا ما أخدت هاي النسب لجسمي بيحتاجها ممكن تؤدي إلى مشاكل في عضلة القلب مشاكل في الدورة الدموية وأعراض مختلفة ممكن الشخص يشعر فيها بس أنه أنت عم تقولي موجود مثلا بالحمص بالفول صحيح صحيح هذول حبوب كامل يحنا منحلهم بالعدس مظبوط فأي شخص بيكون من الفئات المعرضة يعني ممكن بس يركز أنه يقدر يتناول هالأطباق صحيح هلأ بشكل عام لازم أنه نحنا نركز عليهم وإذا ما قدرنا المكملات الغذائية لازم تاخد دور أساسي وخاصة لما بنحكي عن فرط في نشاط الغدة الدرقية بالإضافة لها المرأة الحامل اللي عم بتعاني من الاستفراغ واللعية الدائمة هلأ في عندي أعراض مختلفة ممكن الشخص يشعر فيها وهاي الأعراض بتعطيني مؤشرات على وجود نقص في الثايمين أو البيون أول شي إذا إحنا بنحكي عن الوت باري باري واللي هو بيأثر على عضلة القلب فأول عارض ممكن نشعر فيه اللي هو التعب الدائم عند بذل أي مجهود بدني أو نشاط عند الأشخاص هذا أول عارض ممكن أشعر فيه بعدين ممكن يتقدم ليصير اختناق خلال ساعات النوم بحس الشخص أنه مش قادر يتنفس بالطريقة الطبيعية وهو نايم ممكن يفيه أكتر من مرة بسبب الاختناق هذا كمان بيكون بسبب نقص البيون كمان شغلة كتير مهمة بيصير فيه عندي انتفاخ في الأقدام بنشوف أنه الأقدام بتحب السوائل بس هي مش سوائل يعني أنا بشوف أنه الأقدام عندي منتفخة بس هو مش سوائل هون بيكون فيه عندي نقص بي البيون كمان نازم نركز على زيادة في عدد طرقات القلب إذا الشخص عم بحس أنه زيادة في عدد نبضات القلب وطرقات القلب هون بيكون فيه عندي مشاكل فيه نقص الثايمين اللي عم بيأثر على عضلة القلب أما الدراي باري باري واللي هو بيأثر على الأعصاب بشكل عام بيأثر على العضلات فهون الأشخاص ممكن يشعروا بأوجاع دائمة بالعضلات ممكن يشعروا بتشنجات شديدة بالعضلات هذا الإشي ممكن يؤدي أنه الشخص يرفض أنه يتحرك أو يرفض أنه يبذل أي مشعول أي مجهود بدني وكمان الأهم أنه العارض اللي نحن بنشعر فيه كتير اللي هو التنميل في الإيدين والأقدام فهون إذا كان في عندي تنميل بالأطراف بالإيدين والأقدام هون بيكون عندي عارض واضح أنه أنا عندي مشاكل بالبري بري مشاكل نقص الثايمين أو اللي هو فيتامين بيون نقدر بس نعيد مين أكتر فئات معرضة تصاب فيه؟ قلنا الناس الإدمان على الكحول صحيح أولاً ثانياً المرأة الحامل اللي عندها دائماً لعية واستفراغ بشكل مستمر وبالدوم خلال فترة الحمل كاملة نحن بنسميها هايبرميسيس جرافي دارم بالإضافة للعامل الوراثي بيلعب دور مهم الأشخاص اللي عندهم فرط في نشاط الغدة الدرقية كمان ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بنقص البيون وأخيراً الأشخاص اللي بيلجأوا لعمليات تحويل المسار أو عمليات قص المعدة ربط المعدة لخسارة الوزن معلومات جداً مفيدة رند شكراً شكراً إليك رند شكراً للمشاهدة